ما تنساش الاشتراك في السحب على القناة كل حلقة بيبقى فيها جايزة 5 دولار على محفظة باير والاشتراك في السحب شرطة بسيطة هتجاوب سؤال الحلقة في التعليقات على اليوتيوب هتشوف الحلقة للاخر وتعمل لايك واشتراك وتعمل شير اكتر من مرة للحلقة ولما تكسب هتبعد كل الاسبتات دي على جروب الفيسبوك وهتلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف اختار الكسبان كل حلقة بشكل عشوائي من تعليقات اليوتيوب والفايز هيبعت الاسبتات على جروب الفيسب بالتوفيق للجميع تقدر حالا تشتغل وتحقق ربح من الانترنت وده مستعب زي ما انت فاك لكن الموضوع اسهل كتير لان في ناس بتفكر ان الموضوع محتاج خبرة ومهرات وكورسات والكلام ده كله لكن الطريقة غير كده لانك مش تحتاج اي حاجة غير انك تنفذ الخطوات اللي هتشوفها في الحلقة خطوات سابتة مش هتعمل اي حاجة معاها من عندك هتعمل الخطوات دي واتحقق دخل من الانترنت وكل ده مجاني تماما مش هتصرف ولا سنت واحد ولا هتحتاج اي استثمار وكل الادوات اللي هتشوفها وتشتغل بيها مجانية 100% ترق الربح من الانترنت كتير لكن كل طريقة لها خطوات محددة في منها بيبقى لي متطلبات زي ان يكون عندك خبرة في مجال معين او بيتطلب منك تدفع فلوس في البداية يعني استثمار لكن الطريقة دي مش محتاج فيها اي حاجة من دي مهم انك تستفيد بالمواقع اللي اتعرفها خصوصا في حلقات الربح من الانترنت لانك ممكن تستخدم المواقع دي في اكتر من طريقة ربحية وخصوصا ان زي ما قلتلك مجانية هيبقى فيه جزء فني لكن مش هيبقى صعب لانك بكل سهولة هتشيل وتحط بالماوس يعني ما فيش حاجة صعبة اي حد يقدر يعمل الطريقة دي وهتقدر تشتغل من اي مكان لان المواقع مدعومة في اغلب الدول وبكده مش هتحتاج VPN تقدر تشتغل باقي جهاز متوفر معاك سواء كمبيوتر او لابتوب او تليفون مش هتفرق لكن الافضل جهاز كمبيوتر او لابتوب علشان تكون مساحة الشغل كبيرة الشغلة هيكون من خلال موقعين وهتشوف كمان خلال الحلقة اثبات تحقيق الربح وانك تقدر من الاستمرارية في الشغل ده تحقيق الربح يوصل ل5000 دولار المهمة بس يكون عندك حساب بيبال ويكون مفاعل علشان تقدر تستلم عليه الدفعات وبردو فيه طرق تانية لاستلام الارباح اي مواقع وادوات اشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها تبقى موجودة في الحلقة النفسها وما فيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفاصل هتقدر تحقق ربح يوصل ل5000 دولار من الطريقة دي وكمان هتاخد فلوسك باكتر من طريقة انت تقدر تختار الافضل ليك يعني تقدر تسحب على ديبت كارد او كريدت كارد او بيبال او جوجل والت او حتى بايونير غير كده مدعوم التحويل البنكي المباشر طبعا ده على حسب البلد بتاعتك اهم حاجة علشان تقدر تحقق الدخل من الطريقة دي وكلامي واضح هي الاستمرارية لازم تكون مداوم على عمل الخطوات بشكل مستميل انت بتعمل المطلوب منك وبتلاقي الارباح بتتحقق بشكل بسف زي ما هتفهم في الحلقة يلا على الشرح العملي اول حاجة هتروح على الموقع ده موقع كتل ده موقع تصميم معتمد على الذكاء الاصطناعي بتقدر منه تعمل حاجات كتير متعلقة بالتصميم والالوان بتقدر منه تتعامل مع اللجوهات والايكونات وفيه اوالب جهزة والمكبس كمان من الصفحة الرئيسية هتقف على تولز هتلاقي كل الادوات اللي بيوفرها الموقع وتقدر تجربها ادوات خاصة بالمؤسرات والخطوط وانشاء تصميم السور ورفع الجودة وعمل خلفيات للسور المنتجات وتصميم المكبس وهو ده موضوع الحلقة والطريقة اللي هاعتمد عليها في تحقيق ربح من الانترنت ايه هو المكب؟ باختصار هو تصميم بتعمله علشان تحطه على منتج او منتجات معينة زي مثلا تعمل تصميم وتحطه على تي شيرت او ماج او كاب او فون كيز وهكذا وطبعا فيه منتجات كتير جدا تقدر تتبع عليها التصميم بتاعك اهم جزء انك تقدر تعمل المكب خلال لحظات بدون اي خبر او مهارات في اي حاجة وده هتشوفه كمان شوية في الخطوات العملي هتعمل المكب هنا على الموقع وتعرضه للبيع على اي منصة معروفة عالميا وليه هازي يا راد بالملايين يعني انت مهمتك بتخلص بعد ما بتعمل التصميم وتعرضه للبيع وتستنى بقى تحقيق المبيعات وعليك بس تتابع الارباح بتاعتك الموقع هنا مدعوم بالزكاة الاصطناعي ومن خلال الاوامر النصية تقدر تعمل اي حاجة سواء اللوجو او صور او مكب وكل ده خلال لحظات وطبعا امكانية التعديل كبيرة جدا واصلا استخدام الموقع بشكل عام سهل جدا تقدر تتحكم وتعدل في الالوان بطرق كتير ده غير الافة تصميمات الجهزة اللي تقدر تستخدمها سواء بشكل شخصي او الاستخدام التجاري هتروح على موقع كتل كتل.com اسم الموقع موجود قدامك بالكامل من الصفحة الرئيسية اضغط على صينب علشان تسجل حساب مجاني تقدر تسجل الدخول بحساب جوجل او حساب فيسبوك او تقدر تدخل الاسم والايميل والباسورد واضغط على create free account هتدخل حسابك وده هيكون شكل الداشبورد هتلاقي وجهة الموقع بسيطة وهتشتغل على اي متصفح متاح عنده يعني مش هتحتاج تثبت برامج ولا تطبيقات من فوق هنا تقدر تختار منها قالب جاهز عايز تشتغل به وهتلاقي حاجات كتير زي وممكن من وكل قسم من الاقسام دي هتلاقي فيه الاف التصميمات اللي تقدر تستخدمها وتعدل عليها زي ما انت عايز وترجع تشتغل بها عادي جدا ممكن تختار من هنا تصنيف القالب اللي انت عايزه يعني بتصمم حاجة تحطها علي يعني لو اخدت مسلا هتلاقي الاف التصميمات قدامك اتعملت علشان تتحط على تيشرت والمقاس بتاعها مناسب كمان وممكن توصل اللي انت عايزه بشكل اسرع من هنا دي تصنيفات فرعية بتقدر توصل منها لتصميمات معينة بتدور عليها يعني هنا بتحدد الوان معينة وهنا معينة هنا هتلاقي للتصميم اللي بتدور عليه وهكذا وفي الخطوة دي هتختار التصميم المناسب بالنسبة لك يلا على الخطوة التانية بعد ما تختار التصميم هيوديك على الصفحة دي علشان تقدر تعدل زي ما انت عايز في التصميم اللي انت اخترته تقدر من فوق تغير اسم المشروع ومن القيمة على الشمال دي هتلاقي أولها كل المشروعات اللي عملتها على الموقع ومن علامة الترس ده خاص بالسيتنج هغير الابعاد عشان خليها مناسبة لتيشرت هعمل ده انشز وهيبقى 12 في 16 المهمة في الجزء ده ان التصميمات على الموقع مهما تعدل فيها يعني تكبرها مثلا هتلاقي التصميم بيحافظ على الدقة والجودة بتاعته التصميم مش هيبقى شكل وحش او هتلاقي الصورة بكسلت وهتلاقي هنا ودي اختصارات دي بتسهل عليك كتير جدا لانك بتعرف منها الاختصارات الخاصة بالموقع علشان تقدر تعمل اي خطوة بشكل اسرع من العادي الناحية التانية هتلاقي برضو حاجة مهمة جدا اللي هي ودي انسب طريقة علشان تجربها وتفهمها انك تفتح تصميم وتجرب فيه بنفسك يعني دي طبقات خاصة بالتصميم بتقدر تخفي اي طبقة وتشوف التأثير اللي حصل على الدزاين بتاعك وكل ما بتعمل بيتم حسفها من التصميم بعد ما عدلت مقاس التصميم بقى الشكل مش مناسب علشان كده هضغط علشان يحدد كل محتويات التصميم ومن هنا هعمل وحط التصميم في النص واقدر يغير الالوان من هنا واقدر يختار مختلفة على حسب ما انت عايز وبكده تقدر تتحكم في كل حاجة غير كده انت تقدر كمان تعدل في النص زي ما انت عايز بمجرد ما تضغط على اي نص موجود في التصميم هيظهر معاك القايمة دي وتقدر تعدل بقى في اللون زي ما انت شايف كده لو حسيت انك بواست التصميم الالوان الاساسية اللي هي موجودة هنا تقدر ترجع تختار منها تاني بدون مشكلة يلا نشوف الكسبان الحلقة اللي فاتت هاخد لينك الحلقة كوبي ويروح للموقع ده حط هنا لينك هنزل تحت هضغط هضغط فعلا هي دي اجابة السؤال صاحب اي دي القناة دي هو الكسبان الحلقة اللي فاتت هتبعثلي على الفيسبوك كل الاسبتات سكرين شوت بتاعة المشاهدة واللايك وعمل شير اكتر من مرة للحلقة من غير الاسبتات ما فيش تسليم جايزة وتقدر تغير من هنا زي ما انت شايف كده تقدر كمان تغير شكل من هنا جرب الخطوط واختار المناسب لك حسب التصميم وطبعا هتلاقي كتير للخطوط تقدر تجربها بنفسك وتقدر تعدل المسافة بين الحروف من هنا يعني لو خليت ده خمسين هيبقى كده طب لو خليتها سالب خمسين هتبقى كده وانت بقى جرب كل حاجة واكتشف بنفسك هتلاقي الموضوع سهل جدا زي ما انت شايف كده من هنا هتلاقي تقدر تعدل تصميم الكلمة نفسها وتقدر تعدل عليها بنفسك لحد ما ترصل لأقرب حاجة انت عايزها وطبعا اكتر استخدام للجزء ده لما بتكون عايز تفصل الكلمة على شكل محدد يعني لو فيه صورة معينة وعايز تفصل شكل الكلمة عليها بتلجأ ان انت تعدل بايدك وده طبعا بيكون على اساس تصميم معين او صورة معينة انت شغل عليها هتلاقي فوق هنا تقدر تختار منها الشدو المناسب وتقدر كمان تغير الزاوية من هنا وكمان تعدل في الويتس تقدر تديف لاي كلمة زي الكلمة الاولى كده تقدر تغير اللون كمان طبعا انت تقدر تعدل مكان اي عنصر موجود في التصميم بكل حرية وطبعا ده بيكون في حدود بسيطة لانك بتعدل على تصميم مش تصميمك من البداية يعني خلي تعديل الحركة بتاعت العناصر دي يكون في ادياء الحدود طالما انت مش عامل التصميم من البداية علشان ما تضيعش الملامح بتاعته تقدر تعلم على كل العناصر كنترول اي وتعمل كليك يمين وتختار جروب وبكده هتحرك كل العناصر مع بعض في نفس الوقت كمان ممكن لو عايز تديف تكستشر من هنا يعني اغير الخلفية زي ما انت شايف كده ولو فعلت كليب كونتنت هيشيل الخلفية ويسيب الباقي وفي القايمة على الشمال ممكن تختار كتل وتعمل تصميمات زي دي من شوية كليكات اوريك مثال سريع كده اول حاجة هحدد اللي انا عايزه وممكن اضغط علشان اشوف كل السوار المتاح هختار وهكتب اي وصف بسيط واضغط على هيبدأ التحميل ولما يخلص السور اهي ظهرت قدامك ممكن اغير اللون وخليها من الوان اللي شغل بيها وممكن كمان اغير فيها من الليرز وبعد ما تخلص كل التعديلات اللي بتعملها اضغط على موقع وفي الصفحة دي هتبدأ تزبط التصميم على المنتج اللي انت تحدده ولما تخلص اضغط على داونلود موقع وهينزل على جهازك حالا وطبعا انت تقدر تجرب التصميم على اي حاجة تاني زي بقى كاندلز وولز تي شيرت اي حاجة متاحة موجودة على الموقع تقدر تجرب عليها حط التصميم بتاعك شوف هيكون شكله عامل ازاي على المنتج وطبعا كل محطية التصميم بتاعك على منتجات اكتر دي حاجة افضل وهتبقى لصالحك لانك بتدمن تحقيق ارباح اعلى واسرع لانك بتعرض اكتر من منتج وبالتالي بتزود لولا هتقبض منه هو موقع اسم الموقع موجود قدامك بالكامل ده موقع غني عن التعريف لانه عالمي بتقدر تبيع علي اي منتج بالتصميم الخاص بيك طريقة الشغل بتاعته معروفة جدا اسمها اللي هي التباعة عند الطلب يعني لما حد بيختار التصميم بتاعك عجبه وعايز مثلا يحطه على تي شيرت هو بيبدأ يطلب ده يعني التي شيرت ده اتباع اكتر من ستة الاف مرة سعر خمسة وعشرين دولار شوف المكسب هيكون قد ايه من التصميم ده بس المميز كمان انك مالكش دعوة باي حاجة يعني لا بتتوصل مع عملة ولا بتوصل اي حاجة ولا بتعمل اي حاجة حرفية وبكده انت شغلك زي ما قلتلك هيخلص في مرحلة التصميم وعرض التصميم على المنتج وبنفس الخطوات اللي شفتها هتعمل التصميم على قد ما تقدر وتبيع على هتاخد فلوسك بقى اكتر من طريقة زي ما وضحت في البداية الطريقة مش محتاج منك خبرة او مهرات مش محتاج بس غير ان انت تعمل الخطوات اللي شفتها دي قدامك وبكده مش هتخسر اي حاجة من المحاولة اتمنى التوفيق للجميع ضمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاية